قلبك المباراة دي الفنيات كتير مش فيها كتير على قد اننا زي عامل اللعيب نفسيا اهياءه نفسيا جزينا ما كان يشوفنا في قط اللبس ومجدودين وبتاع يقوم يهزر ينكش اي لعيب بركاته ولا احمد السيد خالص خاصة في مشات كبيرة دي والله العظيم يا ايمن قبل مبارا امر مستشوي زي مشات اللعيب خالص ممكن في المشات الصغارة اه لا الصغارة بيشي صغارة بيشلق المشات الضعيفة او اللي انت ضامنك سبق يعمل مشكلة ويدخني ويشد اللعيبة لكن المشات الكبيرة عايز يشي من عليك الضغط في يوم يهزر يضحك ينكش احمد السيد ويتريع عليك العادة فيبدأ اللعيبة تخرج من المودي يعني التركيز العالي ده لكن مشات اهل وزمالك ده طبعا يعني سواء لو في النشئين سواء لو في لعب الصلاة سل يا طايرة اي لعبة طب كبيرة اهل وزمالك لها الاصارة بتاعتها لها الهمية لها المشاهدة العالية مش في مصر بس ده في الوطن العربي لو احنا بنتكلم عن اقوى دربيات العالم بنتكلم عن اهل وزمالك المباراة بتاعت النهاردة ظروفة انها جاى في بداية الدوري دايما المباراة تبقى في بداية الدوري بتبقى الامور فيها هدوء لكن حال الفرقتين دلوقتي لأ هننشوف مباراة قوية زمالك فريم محترم عنده عناصر جايدة بدأ الدوري بداية قوية الاهل عنده عناصر جايدة عنده صفقات جايدة برضو ما شاء الله مش في الدوري بشكل ماتشين بشكل جيد بس هل الحالة الفنية والبدانية قبل المباراة يا كابتن بتأثر على الحالة الفنية والبدانية برضو في الماتش ده يعني احنا شفنا في أوقات كثير جدا ان الافوء فنيا وبدانيا قبل المباراة ممكن ينزل يخسر وشفنا العكس علشان كده ملاحش مقياس طبعا المقياس بتاع مولاد اهلو زمالك حالة اللاعب والمدير الفني يوم المباراة والتوفيق طب ما هو توفير ربنا سبحانه تعالى يجيلك انت كلاعب النهاردة كورا ماشية معاك الدنيا البص بتعمله وماشية معاك الشغطة التزديدة كمان المدير الفني بموافق في التشكيلة هدأ بيها التغييرات اللي بينزلها السيناريو اللي بيرسمه صحيح كل ده حالتك يوم المباراة مدير فني ولاعبة طبعا قبلهم توفير ربنا هو اللي بيخلي لك الاغلبية وخلاك لنك تكون يعني الافوء في المباراة صحيح ترجمة نانسي قنقر